الحديدة أكثر من مدينة وأوسع من ميناء برزت إلى واجهة الأحداث في أعقاب محاولات روسية للضغط على التحالف والحكومة الشرعية لوقف العمل بخطط عسكرية لاستعادة المدينة دعا التحالف الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة لتجاوز حالة الجدل الدائرة بشأنه واحتواء الانتقادات التي تستهدف مخطط استعادة المدينة لكن الأمم المتحدة رفضت هذا العرض الرفض الأممي قُبل بالانتقاد من جانب التحالف العربي الذي شدد على لسان المتحدث باسمه اللواء الروكن أحمد عسيري على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الميناء لكن دون إخضاعه للحماية بغرض التأكد من وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى الشعب اليمني سافير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليمني أعرب عن أسف الحكومة حيال الموقف الأممي القاضي بعدم إرسال مراقبين إلى ميناء الحديدة واعتبره تهرباً من المسؤولية الملقاة على عاتقها وتجاهلاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي انتقاد الحكومة والتحالف للمنظمة الدولية له ما يبرره بنظر المراقبين في ظل ما يرونه أمثلة سافرة على ممارسات الميليشيا التي حولت المساعدات الإغاثية إلى جزء من اقتصاد الحرب الذي يبطل معركتها ضد السلطة الشرعية الجدل ناشئ حول ميناء الحديدة اكتسب أهميته في ظل معلومات تحدثت عن أن إيران زادت من عمليات إرسال الأسلحة المتطورة والمستشارين العسكريين إلى جماعة الحوث المسلحة فيما نسب إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرسة التورية الإيراني القول إن اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط معلومات خطيرة ربما تفسر المغزى من وراء تأكيد التحالف العربي على أن ميناء الحديدة ستعود إلى كنف الشرعية اليوم أو غدا ما يعني أن خطط استعادة الميناء تتجاوز مسألة فرد سيادة الدولة على أراضيها إلى مواجهة ما هو أخطر من ذلك وهو تقصير أمد الحرب وإجهاض محاولات إيرانية سافرة لتحويل اليمن إلى مسرح للحرب بالوكالة ومنصة لتهديد أمن المنطقة ترجمة نانسي قنقر